تطلع المنتخب المغربي لكرة القدم إلى تفادي خروجه الباكر من بطولة كأس العالم بإسقاط بطل أوروبا المنتخب البرتغالي الذي يلتقيه اليوم على ملعب لوجينيكي في موسكو في جملة ثانية من مواجهات المجموعة الثانية وتحلم الجماهير المغربية أن يكرر منتخبها فوزه الكبير على نظيره البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف في مرحلة المجموعات بمونديال 1986 في المكسيك وكان أول فوز للمغرب في تاريخ مشاركته بكأس العالم